اشتركوا في القناة اشتركوا في الازواج اللي كيتسلفوا ويتكلفوا باش يديروا يحرس نشوفوا القارة ونرجع عليكم لا ما نتقبل هاش انا لا بنسبة ولو بنتي ولو ولدي ما نتقبل هاش حيث الواحد قال لك ألبس عليك الدكي واتيك مرة اي انا العريس إلا كان يجيني بلا سلف يجي واضح ويجي يجي يعني يجي في مستوى دياله هو لأنني عند جوج به هو ما عند جوج بالكريدي قد أراد من المفترض هيا ما عند الناس رائع من المفترض من المفترض انتقبل ان تيبص ويجي مستوى انتقبل صورة غير حققية هذا نوع من مظاهر أشكوانا يلافض السيدة والزوجة التي تسفرض علي هذه المسألة حيث يطلب الكثير من المسألة لا يدوش في هذه المسألة ولكن من الأفضل أن في رأييي أن ابنان تسلف و تسلف و تلقيه في دار ما عندوش كاليين أو لا يسكون عندو دار ما مفرشهاش من الأفضل أن إنسان يدير شي حاجة على قدو اللي عندو رغا يصرف و غيدر شي حاجة في المستوى و ليس عندوش فهم الأفضل أنه ما يكلفش راسه كنشوف بأن العرس هي حاجة مزيانة و خاصة مع العائلة تحتفل و يجمعوا الأحباب و الأزواج غير هو كنقول بأن الراشد ما خلسوش يتكلف بزافية كان عندو قلف الأموال و قلف الإمكانيات و كنقول بأن العرس حاجة مزيانة ولكن ما كانش عندك الإمكانيات لهم ما دير صداقة ما بالعائلة صغيرة و لا تكلفه بزافية الزواج قال لك لا تزوج على 11 حيث أنه ما كانش في 11 أحد الحاجة أبعد من الزواج الزواج يحتاج المساريف والولاد يحتاج المساريف خدمة مستقرة الخدمة مستقرة لا يمكن أن تخلع نقول لك على الدك عشرين الفريال في جيبك و تقول لك مرد تصير كرقاعة و تتبشي تشفار لا يمكنش فهمشيني أدارول إختيك تبشي على قطاعش على قطاع ديالك و قد والديك كانوا يتعاونوا معا أنا كنظن إلا ما كانش الإمكانيات كبيرة إلا ما كانش الإمكانيات كبيرة بلا مية ياخد الإنسان واحد القرد مالي أو شيء حاجة من البنكة باش مية ما يكونش ذاك شيء ميز ما يكونش ذاك شيء عنده حتما كبير غير يدير حاجة بسيطة ما بين عائلته و عائلته الزوجة و رغى يكون ذاك شيء مزيلا كلنا كنحلموا بليلة الزفاف رائعة ولكن هذا ما كانش أننا نتكلفوا فوق الاستطاعة ديالنا باش نرضيوا الناس الآخرين إلى كل واحد في ناحة في البليلة العمر على حساب القدراء والمستطاع ديالو أكيد غاد يكون مرتاح مديا وهذا غد يعكس إجاباً على حياة ديالنا مستقبلاً تقعوا على خير